النهاردة هنتكلم عن أهم سبع خطوات لازم نعملها قبل شعبان مينتي آه شعبان تاني شعبان تاني وتالت ورابع وعشر فأنا عايزة من فضلكم من فضلكم عايزة كل بصوا بقى البنات الزوجات الأمهات البنات اللي لسه في إعدادي حلو اللي بيسمعوني كلام ده هيفيدك عوض اسمعوا النهاردة عشان هنقول كلام الأولاد والشباب والأزواج يسمعوا أهلا وزهلا خير وبركة ليه بنركز على شعبان آه علشان هو ده بصوا هو مربط الفرص هو شعبان ده هو لو انت الله عز وجل فعلا من عليك فيه فتح قلبك للطاع وللعبادة انت فزت برمضان بجد وقبل ما نحكي عن شعبان ونقر نقول مرة واثنين وثلاثة وعشر ودشليون ليه مهم جدا 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 فاضل كم يوم فاضل اتناشر يوم قبل رمضان اتناشر يوم قبل رمضان ينفع نعمل فيهم حاجة والله ان شاء الله ينفع ولو صدقنا النية مع الله سبحانه وتعالى ينفع ولو انطلعنا من الحلقة دي وسمعنا الحلقة دي بالقلب وبالعين وبالأذن وبالدعاء وبالرجاء من الله سبحانه وتعالى حينفع فتعالوا من فضلكوا اسمعوا ويعني ايه عايزين تكتبوا تكتبوا عايزين مش مهمة تسمعوا الحلقة تخليها ايمانا وتسمعوا بقلوبكم بس تتركزوا في اللي أنا أقول في البداية خلينا أقولكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ايه بالخواتين فاضل كم يوم فاضل اتناشر يوم وشهر ترفع فيه الأعمال اه شهر شعبان زي ما قلنا شهر ترفع فيه الأعمال فوى تيجي تكسل هو على آخر الشهر تكسل ولا تخمل ولا ايه بقى خلاص معدد لأ لأ لسه لسه خلي بالك انت عندك اتناشر يوم ودي كمان بتاع تلاتين يوم بتوع رمضان اتنين واربعين يوم نص بعينك كده ما هو معلش يعني ما هو انت ليه نص بعينك عشان الجنة ليه نص بعينك عشان فيه ليلة اسمها ليلة القادر دي تلل انت ان شاء الله ربنا رزقنا وإياكم بيها أقولوا أمين من دلوقتي الليلة دي يتقرن عبادة عبادة تلاتة وتمانين سنة وشوي قارن مئة سنة يا ربا من مئة سنة يعني يعني عبادة شوفوا قد ايه بس ببصوا كده هننشل غلط انسوا انسوا وسألوا بقى مجرب بقى بفيش حاجة اسمها تنشين خالص على الكلام ده طب لا طب احنا هنقول ونحاول ونقع لا بتقع وهنحكي ان شاء الله بعد كده ليه 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 أول يومين تلاتة ونقع في رمضان ويبقى استغفر الله كأنه يوم عادي وكأنه مش احنا مش حسين اتنين واربعين يوم اتناشر يوم على بدء رمضان وأول رمضان وهيبقى لي معاك وقفة برضو تانية لكن الاثناشر يوم دول اوعد تكسل فيهم اوعد تخمل لا الله سبحانه وتعالى هو واحده أعلم امتى الأعمال هترفع والأعمال بالخواتيم رجوب بقى على اي حال تحب ربنا شوف يرفع عملك وانت صايم وانت زاكر وانت متصدق ولا انت بتطلق قرآن ولا ايه الوضع لا فقبل رفع الأعمال يوم لا يعلمه إلا الله طب ما عدى طب لا ان شاء الله ان شاء الله تمنى على الله وركز انت بس في الاثناشر يوم البقين تيجي بقى تكسل انت وتنام على آخر البتاعة لا الواحد يجهد ويشرط على نفسه ياخدها بالمشارطة كده على نفسه ومنحاول نزبط حالنا وعبادتنا قبل حتى الشهر ده ما ينتهي من فضلكم عاوز اقول لكم على لفتة جميلة جدا جدا في الموضوع ده اقول لها ربي قال لها تم ربنا اقول لنا في اليوم ده هيرفع الأعمال وهو يعني نحاول بقوا مع نفسنا وكده لشاء الله عز وجل لحكم اعلامها الله عنده مانا على منعه ان تحديد اليوم في اي مناسبة او نفحة ايمانية ما بتبقاش متحددة بالزبط كده لا ما عدا يوم عارفة طبعا يوم عارفة معروف يعني خلاص يوم عارفة تصجفين دعوات وكذا لكن بقيت الحاجة لا يعني عندك مثلا ليلة القد اه صابة يلا التمسوها في العشر الاوخ طيب في الوتر من العشر الاوخ طب انا عندي واتر وعندي غيري زوجي طب يوم عشر عيكتير على ربنا وترفع الأعمال في شعبان فما يحدد لكش يوم لكن هو كل شعبان احنا ما نعرفش يعلمه الله عز وجل بس عدد ايام قليلة اه ليه تفتكروا ليه لا طبعا حد لا ليه لمصلحتنا عشان نكتهد عشان لو حد فاتوا يوم عشان لو حد غفل يبقى قدامك باقي الايام انك تكتهد فيها اكتر من يوم ليه حسناتك تزيد يبقى الله الكريم الودود انه عايز حسناتك زي ومراده منك ان حسناتك تزيد وتعمل تعاط اكتر بدل يوم ويوم واحد كده حتى تستحي من نفسك وقلبك وجاعك والله يوم لا الله عز وجل استحق الايام كلها والله